السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ اليوم في درس جمل أعداد النسبية وطرحها للصف السابع في روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية الصلط بإشراف المعلمة براءة ديات طبعاً أعداد النسبية مر معنا بالدرس الأول ما هو العلد النسبي وحكيناً أعداد النسبية ممكن هي تكون كسر أعداد كسرية أعداد عشرية جذور كاملة كل هذا مر معنا بالدرس الأول وهو العلد النسبي اليوم رح نبدأ الدرس رح نقسمه لأكثر من جزء حسب الأفكار الموجودة فيه رح أبلش بالجزء الأول من الدرس وهو جمع وطرح كسر أو عدد كسري من بعضهم يعني بدأ أقول كسر ناقص كسر أو كسر زائد كسر كسر ناقص عدد كسري أو عدد كسر ناقص عدد كسري تمام مش هي من العلد النسبية نعم لأنه يمكن كتابتها على صورة ألف علبة يعني لو أخذنا مثال تمام خلو أخذ أمثلة نوضح كيف طرح كسر أو عدد كسري من بعضهم خمسة على ثمانية زائد ثلاثة على ثمانية كسر زائد كسر كسر زائد كسر وهو عدد نسبي حطونا لحظة عندك همس في حالة الكسر وعنالة الكسرية يعني كسر في بسط مقام لازم أركز على المقام في جمع وطرح الكسر لازم أركز وين على المقام يجب أن يكون المقام متساوي إذا ما كان متساوي لازم أنا أخليه متساوي إذن إذا كان عندي كسر أو علت كسري إذا كان المقام مش متساوي لازم تساوي المقامة بصير تجمع وتطرح جمعوا الطريح المقامات متساوية فبتطلع على المسألة بلاي المقامات متساوية إذن أموري تمام بقدر أجمع فيصير يجمع بسط زائد بسط والمقام كما هو تمام يعني بحكي خمسة زائد ثلاث على المقام كما هو إليه هو ثمانية ما بحكي ستة عالثمانية زائد ثمانية لا خمسة زائد ثلاث كم؟ ثمانية صح؟ على ثمانية أقدر أبسط نعم ثمانية تقسيم ثمانية واحد هاي جمعنا طيب المسألة الثانية إذنين على ستعاش ناقص نص كسور وطرح وحنا نحكينا في حالة الطرح أو الجمع الكسور يجب أن تكون مقامات شمالها متساوية بلاقي هون إذنين وهون ستعاش طيب كيف بدي أخلي الاثنين يصير ستعاش ستعاش ما راح تصير الاثنين صح؟ لأنه احنا بتوحيد المقامات نستخدم عملية الضرب فستعاش راح أثبتها روحة روحة الاثنين إذا أقدر أخلي سائل الاثنين تسوي ستعاش بضربها برقم وإذا ما بقدر راح أضرب ضرب تباجلي بين الرقمين بس أنا العلد الأول الاثنين على ستعاش بنزله مثل ما هو بس النص بقدر أخلي الاثنين المقام يصير ستعاش لأنه من جدول ضرب الثمانية جدول ضرب الثنين بعرف أنه ثنين في ثمانية ستعاش فبتصير ثنين على ستعاش ناقص ثمانية على ستعاش مش ثنين في ثمانية ستعاش هل المقامات متساوية؟ نعم يجوز الطرح؟ نعم يجوز الطرح إطرح إذن بطرح المقاء البسط والمقام كما هو مالك دخل بالمقام تمام؟ ويساوي ثمين ناقص ثمانية ثمين ناقص ثمانية إذا كانت إشارات مختلفة فبطرح أخذ إشارة الأكبر ثمانية ناقص ثنين ستة وإشارة الأكبر سالب سالب ستة على ستعاش تمام؟ سالب ستة على ستعاش طب لو طلبتك هيها بأبسط صورة الاثنين الرقمين أحدهم زوجي فالثنتين يقبل قسمة على مين؟ على اثنين بقدر أحكي تقسيم اثنين تقسيم اثنين ستة تقسيم اثنين ثلاث ستعاش تقسيم اثنين ثمانية الثلاثة الثمانية في بناتهم قواسم؟ لا لأن الثلاثة جاي من ثلاثة بواحد والثمانية جاي أربعة بالاثنين ما في إش مشترك بعضه فثلاثة على ثمانية في أبسط صورة تمام؟ وإذا أنت هون مش عارف كيف تحكي الستة هي ثلاثة في الثنين والستعاش هي ثمانية في الثنين الثين مع الثنين بتروح شي بيضال بيضال ثلاثة على ثمانية وهي أبسط صورة تمام؟ طيب بروح على الفرع ربع واحد صحيح واحد على أربعة زائد ثلاثة على أربعة تمام؟ هنا بقدر بروح على العلد الكسري هاذ شو اسمه علد كسري مو يتكون من جزء صحيح وكسر جزء صحيح وكسر خلنا بس احنا هنا نراجع انه كيف أحول العلد الكسري إلى صورة ألف على باق كسر بس المقام في الصحيح ضرب بعدين شو بعمل بالجواب؟ بجمعه يعني واحد أربعة ضرب واحد زائد البسط واحد على المقام كما هو زائد ثلاثة على أربعة ويساوي أربعة في واحد أربعة زائد واحد خمسة خمسة على أربعة زائد ثلاثة على أربعة طبعا المقام بينزل زي ما هو بجمع البسط ثلاث زائد خمسة ثمانية الطيب اقدر ابسطةة بقدر بحكي الثمانية هي اربعة في تنين والاربعة اللي هي اربعة في واحد او اثنين في اثنين اربعة مواح يامل شو ما Holl dois고 cust questo Perfect for 2 او ب業 الما overs2 سالب ثلث زائد 1 على 4 هل المقامات متساوية؟ انسى السالب هل المقامات متساوية؟ لا إذن يجب أن نساويهم طب سؤال فيه شيء أضربه بثلاث يعطيني أربعة لا فيه رقم أضربه بأربعة يعطيني ثلاث لا إذن في هذه الحالة ما فيه بناتهم رقم مشترك بحيث يعطيني المقام نفسه بضرب ضرب تبادلي بضرب الثلاث بأربعة 12 واضرب الأربعة بثلاث يعطيني 12 هون بس ضربت الرقم هذا لأنه فيه علا لو ضربته بثمين يعطيني 16 فبحكي سالب واحد ضرب اربعة على ثلاثة ضرب اربعة زائد 1 ضرب 3 على 4 ضرب 3 بضرب هذا الرقم كله ب4 وهون ب4 وهون ب3 و3 4 في 1 4 وسالب سالب 4 على 12 زائد 3 على 12 المقام كما هو زي ما تفقنا 12 ما يدخل فيه تالي على المقام سالب 4 زائد 3 الإشارات مختلفة نطرح ونأخذ إشارة الأكبر 4 ناقص 3 1 إشارة الأكبر اللي هي الأربعة سالب سالب 1 على 12 بيكون الجواب النهائي إذن في حالة الكسور الأعلان الكسرية أي مسألة بتواجهك فيها قسر فيها مقام بدك تركز يا سابع على توحيد المقامات تمام؟ لازم أوحد المقامات طبعاً منكمل أفكار الدرس إن شاء الله بالفيديو الثاني يعطيكم العافية